السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في سلسلة مصابيح التي نعلق فيها على الفيديوهات التي ترسل لنا عملا بقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المغطلين وتأويل الجاهلين يا قوم اتبعوا المرسلين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نبدأ على بركة الله هذا عمل هاشتاج أمة واحدة سنطلق هذا الهاشتاج ونوصر رسالة لكل من يفرقون بين المسلمين بخطاباتهم وأفعالهم شي جيد طيب إذا كنا مسلمين وسنلتزم الإسلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فالكلام صحيح أما إن كنا سنتسمى بالمسلمين ونقول عن الذي يسمي نفسه باسم طائفة معينة أو باسم شخص معين يسمي دينه باسم طائفة أو اسم شخص نقول لا أنت لا تسمي نفسك سمي نفسك فقط مسلم وابق على ما أنت عليه من الزيغ ومن البدعة ومن الانحراف عن الإسلام وتعال نتساوى أنا وأنت فعند ذلك هذه دعوة لا تكون دعوة حق إذا كنت وتعانون من كثرة السهو في الصلاة وما تدرون أنتوا بأي ركعة وخاصة كبار السن هذه السجادة الذكية رح تحلكم الإشكالية بس تسجدون مرتين مباشرة رح يكون العدات جدامكم تشوفون عدد ركعات اللي انتوا فيها شوفوا مرتين مباشرة رح يحسب لكم هذا الأمر طبعا اللي يسأل عن الحكم الشرعي هذه فتوى الشيخ بن عثيمين رحمة الله طيب الشيخ بن عثيمين الذي نقلوه قال وله عد الركعات وهذه قد تكون أحوج مما سبق لأن كثير من الناس ينسى ويعدها بالأصابع فهذا مشكل لأنه إذا ركع لابد يفرج أصابعه وإذا سجد لابد من أن تكون أصابعهم أبسوطة وعلى هذا فيعدها بأحجار أو نوى فيجعل في جيبه أربع نوى فإذا صلى الركعة الأولى رمى بواحدة وهكذا حتى تنتهي فهذا لا بأس به لأن في هذا حاجة وخاصة لكثير نسيان طيب سأعلق بعد انتهاء الفيديو طبعا الأصل أن الإنسان إذا كان ينسى فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتصرف إذا نسينا ولم يعلمنا طريقة لعد الركعات فهذا هو الأصل طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا الطريقة في عد الركعات لو أنه أعطانا طريقة معينة وقال عد الركعات وحطوا أصبعكم ولا حطوا حجر ولا حطوا ما شبه ذلك كلنا قد يسهو في صلاته عندما نسهو في صلاتنا ونعتمد على غير ذاكرتنا في عد الركعات هذا يعني أننا لم نستحضر قلبنا في الصلاة معناته أنت معتمد على شيء معين وليس قلبك هو الحاضر في صلاتك لتعلم كم صليت صح؟ فنحن الآن إذا سهونا في الصلاة أو صار سهونا كثير في الصلاة سنعالج أنفسنا أنا ليش صغير أسو في صلاتي صغير أنشغل في صلاتي بأمور الدنيا صغير أصلي وذهني ليس في الصلاة أعالج هذا أعالج نيتي وأعالج قلبي فأعود إلى أمري وأحيانا يكون الشيطان يستولي على الإنسان في صلاته ويشغب عليه في صلاته فينسي عدد الركعات علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أننا إذا صار معنا هذا كما صار مع أحد الصحابة فقال له أدفل علي سارك ثلاثا ثلاث مرة واستعذ بالله من الشيطان اللي هو الشيطان اسمه خينزب قد تستعيذ منه باسمه أو تستعيذ من الشيطان عموما تكررها مرة مرتين في أكثر من صلاة حتى يزول عنك ذلك وصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من النسيان في صلاته وأعلمه هذا وانحلت المشكلة عنده فلماذا نحن لا نستخدم هذا الحل الأمر الآخر لو أن إنسان وصل إلى مرحلة فعليا لم يستطع أن يستطع على نفسه واحتاج إلى مثل هذا فعند ذلك نقول ممكن في حال شبه الطرارية الإنسان أخذ كل الوسائل طبعا وعندنا سجود السهو وأحكامه ما شبه ذلك لو أن إنسان أخذ بكل الوسائل ووصل إلى مرحلة أنه فعلا هو غير قادر على الصلاة عنده مرض ذهني أو ما شبه ذلك عند ذلك نقول هنا وصل إلى مرحلة خارجة عن كل ما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة ذهنية قاصرة يحتاج إلى شيء يعينه عند ذلك من الممكن أن يستخدم مثل هذا لكن لا نريد أن نفتح على الأمة بابا لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أحيانا ينشر مقاطع دينية وينشر كثير من الكلام الغلط ولكن ما تخيلت أن يصل به الأمر إلى هذا نسمع تعرف بين الحطيم وزمزم الحطيم الذي هو هذا الجزء من الكعبة المسور بسور دائري وزمزم يعانق ويقبل فيه وكانت حلال لي ولو كنت محرم طبعا هو لغة عادي مضيعها ولكن يستحلها ولو كانت حرامة وإن حرم الله الزنا في كتابه فما حرم التقبيل بالخد والفم كيف يكون هذا الله سبحانه وتعالى لم يحرم هذا الأمر إذا حرم الزنا لم يحرم هذا التقبيل بالخد والفم لمن ليست بزوجة كل الآيات التي فيها نهي عن فواحش وهي كثيرة جدا في هذا تحرم هذا وإن حرمت يوما على دين أحمد لا أخذتها على دين المسيحي ابن مريم إن حرمت على دين محمد صلى الله عليه وسلم يأخذها على دين المسيحي يستحل أن يأخذ بشريعة غير النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة منسوخة ومحرفة لأجل أن يأخذ هذه المرأة يستحلها على غير الطريقة الشرعية هذه الأبيات من أصرح الكفر بالله سبحانه وتعالى وبدين الإسلام وقائلها إن كان يفهم ما يقول ويعني ما يقول مصيب كبر وإن كان لا يفهم ما يقول فهو مؤاخذ على أنه ينشر هذا الكفر بالله وواجب عليه في كلتا الحالتين أن يتوب لله وأن يعلنها صراحة وأن يتبرأ لله من هذا القول بأنه قد يخالف ويستحل امرأة لا تحل له على دين محمد فيستحلها على دين منسوخ وأنه يريد أن يقبلها بين الحطيم وزمزم وأن الله لم يحرم التقبيل هذا يعني الخارج عن نطاق الزواج أنه لم يحرمه في الكتاب هذا وجب فيه التوبة ونعوذ بالله إباضي ووجوده يتعالى عن الأمكنة كما يتعالى عن الأزمنة ويتعالى عن الحقيقة كما يتعالى عن الكذب إذا وجوده ليس حقيقي ليش نحن نستخدم نفس الكلام كما أن الزمان مخلوق لله ولا يخضع الخالق للمخلوق كذلك المكان مخلوق لله والخالق لا يخضع للمخلوق وكذلك الحقيقة مخلوق لله والخالق لا يخضع للمخلوق إذا وجوده ليس حقيقي فلا يقال الله لها مكان ولا يقال الله حقيقي فليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل بهذا العالم يعني الأشياء إما أن تكون متصلة بالعالم أو منفصل عنه ما في حل آخر الأشياء التي هي ليست العالم إما متصلة ومنفصلة لا يوجد شيء ثالث إما أن تكون داخل العالم أو خارج العالم ما في احتمال ثالث هذا ممتنع أنت تتكلم عن عدم أو تتكلم عن شيء ليس له وجود فعلي كالطول مثلا كلمة طول هكذا ليست شيئا حقيقيا ليست شيئا محسوسا حتى تكون متصلة بالعالم أو خارجة عن العالم أو منفصلة عن العالم أو داخل العالم نعم ليش لأنها مفاهيم وليست شيء حقيقي الله سبحانه وتعالى حقيقة الله له وجود حقيقي الله محسوس سبحانه وتعالى يمكن أن يحس يمكن أن تراه بعينك نسأل الله يرينا وجهه في الآخر فلابد من أن إما متصل أو منفصل عن العالم أو طبعا منفصل يتصل وإذا شاء يعني يمس ما شاء من خلق هذه طبعا مسألة معلومة لكن أنا أقول الأشياء التي تخرج عن الاحتمالين هذه إذا أخرجتها فإذا أنت تتكلم عن عدم أو عن شيء ليس له وجود حقيقي هذا إله صلى الله سلم ماذا قال صلى الله سلم قال صلى الله سلم كان الله ولا شيء معه صدق فالله غني عن كل شيء فلا يقال بأنه فوق العالم والغنى مخلوق طبعا على نفس النمط هذا هل كان الغنى موجودا كان الله ولم يكن شيء معه الغنى كان موجود إذن غير موجود كيف يكون الله سبحانه وتعالى غني خائف تقطع والله فعلى طريقتهم قد ينفي الإنسان عن الله سبحانه وتعالى الغنى يقول لك الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه إذن لم يكن هناك غنى فالله ليس غنيا وبالتالي الله هذه كلها فلسفات الله كان ولم يكن شيء معه ثم خلق العرش واستوى عليه فالعرش أسفل منه وهو الأعلى سبحانه وتعالى هذا المقطع اللي أرسله لي هذا اللي أرسله لي قال لي هذا شوف الناس جايين من كل حدب وصوب ليسمعوا درس الشيخ سليمان الرحيل وأنت تتكلم عن الشيخ سليمان الرحيل من أنت حتى تتكلم عن الشيخ سليمان الرحيل طبعا معرف الشيخ سليمان من مشايخ المداخلة إمام مسجد قباء في المدينة أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه ويرزقه العافية وينعم علينا وعليه كل خير إلا أننا طبعا نخالفه في كثير من القضايا التي يطرحها ونرد عليه فيها وهو أن وجد علينا شيئا فيرد علينا لا بأس في ذلك لكن القضية هنا الناس جاءوه من كل حدب وصوب علي جمعة ممكن يصور لك مقطع مثل هذا بل أنا الآن أقول لك الناس من كل حدب وصوب يتابعوني ويشاهدون ما أقول ويستفيدون من كلامي بل لو قال لك شخص هذا محمد بن شمس الدين الناس من كل مكان يتابعونه قال هكذا يقول يتابعونه يحبونه يسمعون له كذا من مشارق الأرض ومغاربها وشوف الإحصاءات تجد أنه يعني هكذا ممكن يقال أكثر من الحلم هل هذه تكون حجة؟ أنا ما أعتبرها حجة بالنسبة لي لأن لسنا ديمقراطية ديمقراطية نعم الحكم للأكثر وإذا كان الحكم للأكثر عند ذلك سيكون الحكم لا يرضيك فعلمت كيف؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم شوي إدراك أكثر للواقع وعندما يكون هناك خلاف فتلتزمون المنهج العلمي في هذا الخلاف مين اللي معه الدليل؟ يتبع دليله وليسه ابتهى الأمر أنا أقول لك شي وهذا بعض الإخوة يزعلوا مني أنا أرى أن العالم الشريعة لازم يعرف شوية في الميديا زيكم طبعا عالم الشريعة من الجيد أن يعرف في الميديا وفي الأمور مختلفة يعرف في الفن ويعرف في الموسيقى طيب ماذا تريد أن يعرف في الموسيقى؟ حتى في النغم يعرف الموسيقى وأنواع الموسيقى حتى لو يقول بتحرمها حتى مثلا هو يقول بتحرمه ما هو الحكم عن شي فرعان تصوري يعني أنا إذا بدي أقول أن الموسيقى حرام وعندي دليل نبوي في أن الموسيقى حرام لابد أن أعرف أنواع الموسيقى؟ لا الحكم على شيء فرع عن تصوره في حالة أن هذا الشيء غير معروف لو قلت لك ما حكم أكل أكلت الكاذا وعطيتها أي اسم فانكوش فأنت ما يجوز أن تقول لي حرام ولا حلال حتى تعرف مكونات هذه الأكلة إذا كان فيها خنزير مثلا ولا كعول ولا كذا ما يجوز أكلها لكن ليس عليك أن تجربها وأن تعرف طعم الفنكوش هذا بالزعتر وطعم الفنكوش بالمدري ماشي الحكم مثلا على الخمر خلاص هو حكم ثابت فما ليس على صاحب الفتوى أو الشيخ أن يشرب ويجرب أنواع الخمر كذلك الموسيقى نحن عرفناها ما هي فليس علينا أن نسمعها ونعرف أنواعها الموسيقى ما يعرفوها الزمان لا زمان نحن نعرفوش إلى الضرب على الطبل أو المزمار المزمار الرعي لكن الآن فيه قيتار وفيه بيانو كيف يعرف في هذا؟ يتعرف يتعرف على ضربة العود هذه أو ضربة القيتار حتى يشوف هذه المعازف أثرها على الأذن أثرها يعني والله طيب يجرب أنواع الخمر الحديثة ويجرب أثرها على المعدة وأثرها على البنك الرئاس وأثرها على أصبع الرجل هذا كلام فارغ مع احترام قائله يمكن هو يعني عنده وجهة نظر معينة ولكن هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير مقول أبدا وإنما الله سبحانه وتعالى أنزل حكما عاما فكل أفراده سواء كان لها أثر ولما لها أثر عند ذلك يكون أثر على الأذن إيش أثر على الأذن الله نستعلم ننتقل للخاتمة طيب ما هذا يا إخوة والله ما هذا ما هذا إيش الكبر يا رب يا رب نجيهم يا رب نجيهم من هذه البدعة والضلالات السلام عليكم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهعني المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور شكرا للمشاهدين ترجمة نانسي قنقر